موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشط الأخبار من قناة يو تي في من العاصمة الأوكرانية أصحبكم فيها أنا يد استيتية والبداية بأبرز العنوين موسيقى تعليق المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية روسيا تعرقل وصول خبراء مجلس حقوق الإنسان إلى شبه جزيرة القرم أوكرانيا تسلم قائمة بأسماء السجناء السياسيين الأوكرانيين إلى الأمين العام للأمم المتحدة موسيقى أهلا بكم قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز إن الولايات المتحدة قررت تعليق المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت هذه المعروبات في وقت سابق القرار جاء في سياق التعهد الذي قدمته كوريا الشمالية بالتخلص من الأسلحة النووية المناورات العسكرية المشتركة حماة الحرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجري سنويا في شبه الجزيرة الكورية وكانت بيونج يانج تصف هذه المناورات على أنها استعداد لغزو أراضيها وسط تأكيدات من واشنطن وسيول على أنها منورات ذات طبيعة دفاعية تستمر المفاوضات حول هذه المسألة في هذه المرحلة وطالما استمرت كوريا الشمالية في إظهار حسن النية كما رأينا في سنغافورة فإننا نعتقد أنه سيتم تعليق التدريبات المشتركة هذا وشهدت سنغافورة في الثاني عشر من يونيو الجاري قمة جمعت رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ حيث اتفق الزعيمان على نزل السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على الاستقرار والسلام وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبيونغ يانج بالإضافة إلى إعادة رفاة أسرى الحرب الأمريكيين إلى الولايات المتحدة هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي عقب المحادثات عزمه على تعليق المناورات العسكرية مع سيول إلى إقليم الدنباس في شرق البلاد حيث قصفت قوات الاحتلال الروسي مواقع الجيش الأوكراني أربع مرات في منطقة عمليات القوات الموحدة خلال 24 ساعة الأخيرة وأعلنت قيادة القوات الموحدة عن إصابة جنديين أوكرانيين بجروح في القصف الذي استخدم فيه العدو قاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة على مواقع القوات الأوكرانية في بلدتي أفديفكا وأوبتني فيما أكد المتحدث العسكري باسم قيادة القوات الموحدة أن المسلحين أطلقوا النار على المواقع الأوكرانية 28 مرة منها 6 مرات باستخدام الأسلحة الثقيلة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك في اتجاه ماريوبل قصف المسلحون محيط بلدات تشيميالك وأستره نطوفكا وليبيدينسكي باستخدام مدافع الهون وعرضوا حياة المدنيين هناك للخطر وحدات القوات الموحدة ووفقا للاستخبارات العسكرية استطاعت تدمير مركبة قتالية مدرعة معادية وشاحنة عسكرية بالإضافة إلى أصابة خمسة مسلحين قدمت فرنسا مساعدات إنسانية إلى المستشفيات والعيادة الطبية في إقليم الدنباس حيث رفقت وحدات من الجيش الأوكراني قافلة المساعدات في طريقها إلى لوهانسك المساعدات نقلتها شحنتان محملتان بالمستلزمات الطبية والأدوية في إطار المبادرة الاستراتيجية مساعدة الشرق أشارك ممثلون عن قيادة القوات الموحدة والإدارة العسكرية المدنية في لوهانسك في تسليم المساعدات الإنسانية إلى المستشفيات والمراكز الطبية في المنطقة عمل اليوم هو تقديم المساعدات الطبية الإنسانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يخضعون للعلاج الآن إلى جانب العيادات والمراكز الطبية الواقعة في منطقة الخط الفاصل والذين لا يستطيعون الحصول عليها صرح الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في افتتاح دورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف أن نشطاء حقوق الإنسان وخبراء من الأمم المتحدة فشلوا بعد محاولات عدة الوصول إلى أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة وأضاف أن روسيا أدرجت في قائمة الدول التي ترفض التعاون مع خبراء الأمم المتحدة المستقلين لقد طلبنا مرارا من الاتحاد الروسي ضمان وصول خبرائنا إلى شبه جزيرة القرم المحتلة وفقا لقرار الجمعية العامة المحاولة الأخيرة كانت عندما حاول خبراءنا المتخصصون في قضايا التعذيب زيارة القرم روسيا لا توافق على قراراتنا لكنها في الوقت نفسه تدرك أن شبه جزيرة القرم يجب أن تكون ضمن مجال المنظمات الدولية لحقوق الإنسان هذا وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت ثلاثة قرارات بشأن القرم وبالأخص القرار الصادر في التاسع عشر من ديسمبر 2016 الذي يعترف بأن روسيا دولة احتلال وأن شبه جزيرة القرم تعد أراضي محتلة مؤقتا بالإضافة إلى ذلك أصدرت الجمعية العامة قرارها عام 2017 الذي يدين ممارسات روسيا فيما يتعلق بعدم السماح لبعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدخول إلى شبه جزيرة القرم أكذلك حظر أعمال مجلس شعب تتار القرم وفرض قوانين الاتحاد الروسي على أراضي شبه الجزيرة المحتلة وإجبار السكان المحليين في شبه الجزيرة على التخلي عن الجنسية الأوكرانية والحصول على الروسية أعلن رئيس البعثة الأوكرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة فلادمير يليتشينكو في تغريدة على تويتر بأن أوكرانيا سلمت الأمينة العامة للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش قائمة بأسماء السجناء السياسيين الأوكرانيين لدى الكريملين مشيرا إلى أن الضغط على روسيا مستمر ولن يتوقف ووفقا لبيانات مجموعة حقوق الإنسان الأوكرانية فإن عدد السجناء السياسيين الأوكرانيين في روسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة يبلغ سبعين سجينا قالت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني لدميلا ديني السبا في اتصال مع قناة يو اي تي في إن السلطات الروسية رفضت السماحة لها بزيارة المعتقل الأوكراني أليك سنسوف وأشارت ديني السبا إلى أنها منعت من زيارة سنسوف على الرغم من الموافقة الأولية التي أبداها الجانب الروسي وأضافت أنها ستلتقي في المستقبل القريب مفوضة حقوق الإنسان الروسية تتيانا ماسكالكوبا بناء على اقتراح من ماسكالكوبا سنلتقي بها مرة أخرى حيث سنناقش خطة العمل لكنني أعتقد أنه لا جدوى من مناقشة هذا الأمر معها لأنها لا تتخذ أي قرار بشأن زيارات السجناء السياسيين بالطبع أريد أن أسمع رؤيتها حول تطور الأحداث لكن سأقترح عليها إتاحة الفرصة للتحدث مع الشخص الذي يتخذ قرارات بشأن هذه المسألة حتى لا نضيع الوقت نحن لا نعرف أي شيء عن حالة أبنائنا الذين يتدورون جوعا في السجون الروسية ونحن لا يمكن أن نلتقي بهم حتى لو حصلنا على إذن من المحكمة الروسية هذا وكانت دينيسا قد اتفقت مع مفوضة حقوق الإنسان الروسية تتيانا ماسكالكوبا على أن الأخيرة ستزور رئيس تحرير وكالة ريانووستي كيريل فيشينسكي المتهم بالخيانة العظمى في أوكرانيا وفي الوقت ذاته ستزور دينيسا المخرج الأوكراني أليكسنسوف إلا أن ماسكالكوبا تراجعت عن موقفها مبررة ذلك بأن قرار السماح بزيارة السجناء السياسيين الأوكرانيين سيتخذ بعد السماح بلقائها مع بشينسكي مزيد من الأخبار العالمية والأوكرانية تجدونها على موقعنا الالكتروني youatv.ua نهاية النشرة قدمنا لكم من قناة youatv من العاصمة الأوكرانية شكرا على حسن المتابعة ونبتون في رعاية الله شكرا على حسن المتابعة ونبتون في رعاية الله